الصناعة محتاجة ايه؟ تكنولوجيا طيب يعني ايه تكنولوجيا؟ في مكان اسمه مكان التصنيع يعني هادرب لك على سبيل المثال كده ايه؟ حاجة بسيط بمئنه ماسوانس ايه هاباء ذكر مسألة صناعة العربيات وتجميع العربيات وما الى ذلك احنا بقلنا فعلا اكتر من 64 سنة بدأنا هذا الخط والاسف الشديد لم نستكمله على النحو الصحيح من سنة الستين لحد دلوقتي احنا ماشيين مش في الطريق السليم ليه؟ علشان نعمل مثلا البلوك بتاع المطور المكان اللي حضرتك بتشوفها دي في كبوت العربية على سبيل المثال او حتى المطور الكهرباء لو احنا هنعمل عربيات كهرباء انا محتاج نوع معين من المكان هبسطها لك هي مهياش كده يعني بس هبسطها لك اللي هيخرط الاجزاء الصغيرة الحيوية الهمة اللي بنجمعها مع بعضها فيعمل لي المطور او يعمل لي البلوك الكبير اللي هو بقى فيه السلندرات والبيستنز وما الى ذلك انا ما عنديش المكان ده ده من الاخر ده اللي بيخليني لحد دلوقتي من سنة ستين لسنة اربعة وعشرين بجمعها ليه؟ انا ما عنديش مكان التصنيع فبجيب البلوك كده زي ما هو انا بجيب المكان انا بجيب المطور زي ما هو حلو؟ انا اخري ممكن اعمل الشاسية وهيكا للعربية وعندي المصانع اللي تقدر تعمل لي سالون وفرش العربية والتبلوه اللي لازم منه وعندي بعض المصانع اللي بتشتغل على الضفاير بتاعت العربية بس الكور بتاع العربية ايه؟ حاجتين ما يطلق عليه مصريا العفشة اللي هو السبنشن سيستم نظام التعليق وده تكنولوجيا وبحث لانه ده امانك في العربية عشان العربية ما تعمش مثلا والمكانة طب انا ما عنديش المكان ده اللي بيصنعلي الموتورات اللي بيصنعلي بلوك الموتور انا ما عنديش القاعدة اللي بتخليني اقدر اعمل بحث متكامل علشان اقدر احط نظام تعليق بتاع عربية سسبنشن سيستم عفشة عشان تبقى امنة تمنع العربية من انها تمرجح وتعوم ويحصل لقدر الله حوادث الاخ 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 نهينا بقى عن السنسرز والمايكرو تشيبس اللي بتتركب دي حدوتة اخرى طب انا ما عنديش المكان ده ليه؟ عشان العالم مش عاوز تديهولك طيب والعالم مش عاوز تديهولك ليه؟ عشان في حاجة اسمها شبح الخمسينيات والستينيات ده بأمانة نبقى لك على بلاط انا من الناس اللي بتحترم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ماشي؟ في شبح عند دول العالم المتقدم الدول الصناعية الكبرى ابرزها الاوروبيين حاجة اسمها اللي حصل في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ايه هو الشبح؟ التأميم ايه الحق؟ الدولة خدت المصانع وطردت اصحابها سواء اذا كانوا اصحابها هدول مصريين ولا اجانب يعني يوم ما تقرب تطمعظم قوي يجبلك صاحب المصنع يعينه مدير عام فيه بما هي ولا مرتب كلشن كان ايه كلام ناس كتير جدا جالها جلطات وماتت بسبب ده فالناس بطلت تصق فينا هنا تبقى فاهم انه لا يوجد انفصال بين الاقتصاد والسياسة عشان كده فيه علم مهم اسمه الاقتصاد السياسي اوروبا محتاجة تطمن مش بس على الاستقرار السياسي لكن استقرار النظرة السياسية للبلاد البلد دي ماشية فيه خط ولا هتعد تتفرع من وقت للتاني هم عندهم قال اه لما بتحصل صورات في مصر احنا ما نعرفش ايه اللي هيجرى فالناس قعدة قلقانة لازم ابقى واثق في ثبات البنية التشريعية البنية المالية والضريبية ثبات سعر العملة ده ثبتناه الحمد لله وميدفل او بالاضق قدرنا نخلق مناخ ثابت لسعر العملة عن طريق عملية تحرير سعر الصرف اللي موجودة مطروكة لقليات السوق كده المستثمر يبدأ يتطمن فاقول له والله طب انا عندي كمان قاعدة تشريعات اصبحت بطورها وبنقحها وبزبطها عشان حضرتك تقدر تيجي وتفتح عندي مصانع فاقول لك طيب انا قاعد عمال بشوف وبرائب يفضل له حاجة كمان يا طرح هل الوضع السياسي مستقر اي نعم مستقر هل الوضع الامني مستقر اي نعم مستقر يفضل له حاجة واحدة النظرة المستقبلية للسياسات المصرية ايه هل ممكن يجوا فجأة ويقمموا ولا لا طب هل المصريين دول شركاء حلفاء اصدقاء ولا لا اخدك هنا ونرجع على طول على شهر مارس حضراتكم فاكرين الاجتماع الرائع العظيم المهم المحترم اللي حصل ما بين فخامة الرئيس ومجموعة من زعماء وقادة اوروبا ولا لا وخرجنا منه بنتيجة وهو ترفيع مستوى العلاقات المصرية الاوروبية لمستوى ايه الشراكة الاستراتيجية بس هي دي بقى كده ويختم قبل ما هقولك النقطة اللي تبقى من اول السطر عشان نطلع على الفاصل ترفيع مستوى العلاقة ما بين مصر والاتحاد الاوروبي للشراكة الاستراتيجية دي بداية مد حبل الامان الاوروبيين بدأوا يتطمنوا مفيش حد هيبتلع استثماراتهم فيش حد هياخد فلوسهم فيش حد هيأمم فلوسهم هيجي يقولك بس اصلا انت شيوعي لازم تبقى مع التقميم التقميم ملوش اي علاقة بالشوعي التقميم ده كان اختراع بريطالي ماشي يبقى اقتصاد سياسي بيقول لازم الاوروبيين هل بدأوا يتطمنوا بدأوا يتطمنوا انا بدأت ارمي الحبل وقول لهم يا جماعة اتطمنوا اه ده احنا بنعمل اتفاقات على تصدير الغاز احنا بنعمل اتفاقات واضح كمان اتجاهاتنا المتعلقة بوقف العجرة غير الشرعية واضح جدا اتجاهنا في انه لما هيجي يحصل انتقال للعمال لازم يحصل بشكل قانوني وشرعي ما بيبقى سواء اذا كان من مصر او من شمال افريقيا او بقية دول افريقية الى دول اوروبا فانت هنا بتطمأن الاوروبيين عشان توصل للمرحلة بتاعت ازاي نبقى شركة في الصناعة وانوطن الصناعة واجيب المكان بتاع التصنيع واجيب التكنولوجيا اوطنها هنا هم ما عندهمش مشكلة هم القانين ليه عشان كان فيه شبح اسمه الخمسينيات والستينيات هو صح هو غلط مش دا دلوقتي موضوع المناقشة شكرا